السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشعارات عشان توصلوكم اشعارات بالبس المباشر اليومي الخاص بتفسير الرؤى بازن الرحمن الفيديو النهاردة هو ايه هي رموز اللي لما اشوفها اعرف انه فيه استجابة لدعائي بازن الرحمن رقم واحد والرمز ده بيتكرر على كتير قوي المفتاح اني اشوف ان انا معايا مفتاح او لقيت مفتاح او يعني حد بيعطيوني شرط انه ما يكونش حد معلوم فده معنى ايه ده معنى انه فيه استجابة لدعاء انت استمريت عليه وللعلم المفتاح بيكون من رموز الدعوات الغالية يعني الدعوات اللي الشخص بيكون شايف ان هي متعسرة او ان فيها صعوبة رقم اتنين رؤية الباب المفتوح اني اشوف ان امامي باب مفتوح ده معنى ايه ده معنى ان كان فيه دعوة متعسرة او دعوة فيها صعوبة او يكاد الانسان يقس منها اه زي مثلا انه حد عنده اه مرض ما حد عنده صعوبة في ناحية الزرية وشايف ان الامور يعني فيها اه تعسر كبير وشوف ان امامه باب مفتوح دي من الرموز اللي بتقول انه ان شاء الله باذن الرحمن انه فيه فاتحة خير وفيه استجابة لدعاء غالي جدا باذن الرحمن طيب رقم ثلاثة وهو سبحان الله ده من الرموز الطيبة جدا واللي بتيجي واضحة ايه هي الدعاء يعني ان انا اشوف ان انا في الرؤية بدعي خاصة اذا كنت انا في الواقع بدعي الدعاء ده يعني لو انا في الواقع بدعي مثلا بالزرية بقول يا رب ارزقني الزرية الصالحة وشوفت في الرؤية ان انا بدعي الدعاء ده ده معنى ايه ده معنى انه ابشر لان الدعوة ده خلاص باذن الرحمن ده استجابة دعاء فدي من الرموز الطيبة جدا رقم اربعة رؤية قراءة الفاتحة فدي من البشريات الطيبة جدا لان ده بداية امره وفاتحة خير باذن الرحمن على الرأي فدي من الرموز المحمودة جدا 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 باذن الرحمن للشخص اللي منتظر اجابة دعوة رقم خمسة والرمز ده بيتكرر على كتير قوي مننا هو شرب الماء اني اشوف ان انا بشرب ماء ده معنى ايه ده معنى انه باذن الرحمن انه في دعوة طال انت زارها وان شاء الله باذن الرحمن خلاص يعني انت هتشهدها قريبا خاصة اذا شفت انك بتشرب الماء بالفعل فده معنى انه خلاص انت هتشهد الفترة اللي جاية تحقق اه الامنية او استجابة الدعوة دي باذن الرحمن قريبا جدا رقم ستة هي التواف بالكعبة اني اشوف ان انا بطوف بالكعبة دي من الرموز الخاصة باستجابة الدعاء وعلى فكرة دي دعوة بتكون انت مستمرة عليها لان التواف بالكعبة ده معناه انه دعوة تمنيتها وسعيت فيها كتير واستمريت عليها لفترة طويلة ان شاء الله باذن الرحمن هتشهدها قريبا فالتواف بالكعبة ده معناه انه ان شاء الله باذن الرحمن انه فيه دعوة وفيه امنية حتى تتيسر ليك قريبا خاصة بقى اللي ممكن يحدد لك الوقت والله واعلى واعلم انك توفت كم مرة يعني اذا شفت نفسي ان انا بطوف بالكعبة ثلاث مرات او توفت اربع مرات فده رمز لتوقيت وده رمز لتوقيت يعني التواف على حسب انا توفت كم مرة فده بيقول لك انه ان شاء الله باذن الرحمن الامر ده باذن الله هيقع امتى والله اعلى واعلى رقم سبعة اخراج الصدقة اني اشوف ان انا بتصدق على حد فاخراج الصدقة او المصارعة في الخيرات دي زي ما ذكرت في القرآن فهي من رمز طيبة جدا خاصة لتحقق الامنيات فده معناه اني اشوف ان انا بخرج صدقة اعرف ان الصدقة دي بتعود عليك انت اخراج الصدقة في الرؤية دي ان شاء الله باذن الرحمن استجابة دعوة تحقق امر ليك انت فالاخراج الصدقات والمصارعة في الخيرات دي دي بتعود في الرؤية على الرأي انه انت اللي هيتحقق لك شيء الخير ده عائد عليك انت باذن الرحمن فده من الرموز الطيبة جدا لان انت اللي هتشهد امر انت اللي هتشهد تحقق ان شاء الله باذن الرحمن امنية او استجابة دعوة قريبا جدا جدا ان شاء الله باذن الرحمن رقم تمانية ويا ريت نفرق هنا رؤية الغيس واللي متابع عارف ايه هو الفرق بين الغيس والمطر رؤية الغيس دي من رموز ان شاء الله باذن الرحمن استجابة الدعاء فاني اشوف نزول الغيس مش المطر اللي هو الفضيع او المؤذي لا الغيس اللي هي القطرات دي من رموز ان شاء الله باذن الرحمن انه الفترة الجاية انه في ان شاء الله استجابة دعوات ليك فترة الجاية دي فترة تيسير دي فترة قدوم خير دي فترة استجابة دعوات باذن الرحمن ليك رقم تسعة ودي دايما هتلاقيها ان هي اللهم بارك بتيجي للشخص الصالح الشخص اللي هو نحسابه على خير ليه دي مش هتيجي لحد مقصر ومش هتيجي لحد انه هو يعني شوية ملتزم وشوية لا لا دي لازم بتيجي لحد نحسابه على خير هي رؤية الجلوس تحت الشجرة الجلوس تحت الشجرة دي من رموز ايه من رموز ان انت حد كويس ان انت حد صالح وبفضل الله ثم ان انت حد على خير ان في دعوة حتستجاب ليك فدي من رموز الطيبة جدا اللي بتبشر الشخص بامرين اولا ان انت حد على خير ثانيا ان انت حد الفترة اللي جاي باذن الرحمن في استجابة دعاء ليك في تحقق رغبات وامنيات ليك باذن الرحمن رقم عشرة رؤية الدعاء في الظلام ليه في الظلام لان ده اللي حدث مع سيدنا يونس عليه السلام فالدعاء في الظلام وذكر في القرآن وجي من بعديها استجابة الدعاء فاني اشوف ان انا في مكان مظلم او ان انا في شارع مظلم وقعدة بدع ربنا فاعرف انه باذن الرحمن انه في استجابة دعاء حتى لو انا مش شايف انا بدعي بايه حتى لو انا شايف بس ان انا وقفة رفع ايدي وحس ان انا بدعي بس انا ما سمعتش انا بدعي بايه انا شايف ان انا بدعي برضو دي بتقولك انه فيه ان شاء الله بإذن الرحمن استجابة دعاء الفترة اللي جاية بإذن الرحمن فدي من اهم الرموز اللي بتدل على استجابة الدعاء دول كده اهم عشر رموز لما تشوفهم تعرف انه فيه استجابة لدعائك بإذن الرحمن وانه الفترة اللي جاية هي فترة تيسير في حياتك دي كده اهم عشر رموز ان شاء الله ربنا يرزقكم جميعا الرؤية الصالحة بإذن الرحمن وتحقق الامنيات. بذكركم مرة تانية ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فضلكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اللي مش مشترك يشترك. وفعلوا جرس الاشعارات عشان توصلوكم يوميا بازن الرحمن اشعار البس المباشر اليومي. اترككم في رعاية وحفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.